تبقى ملفات الفساد في عراق ما بعد عام 2003 الأكثر رواجا وتداولا ككرة نار يتقاذفها الساسة فيما بينهم لتضر في طريقها ملايين العراقيين تلك الملفات التي يلوح بها الفرقاء دون عقاب يذكر لكون المتورطين فيها جهات حكومية وسياسية عليا في البلد بل بات يلاحق من يحاول أن يتصدى لعمليات الفساد في العراق مصادر صحفية نقلت عن مسؤولين حكوميين أكدوا فيها وجود ملفات فساد في جميع مفاصل الدولة بالإضافة إلى إصدار العديد من أوامر القبض بحق كبار المسؤولين في وزارات الدولة إلا أنها أوامر لم تكن كافية لردع المفسدين حيث أقر عضو لجنة النزاهة النيابية طه الدفاعي بأن القوات الأمنية تخشى تنفيذ تلك الأوامر التي تصدر بحق فاسدين لأنهم من أصحاب النفوذ والسلطة الدفاعي أشار إلى أن عمل لجنة النزاهة يقتصر على رفع الشكاوى والتقارير المتعلقة بالفساد إلى هيئة النزاهة حيث إن من يتدخل في عمل القضاء سيتعرض للاتهام بأشكال مختلفة ليبقى عملها مجرد استطلاعات إعلامية معلومات أكلتها تصريحات النائبة علي أنصيف حيث كشفت عن صدور أوامر قبض لم تنفذ بحق قائد القوة الجوية أنور حما أمين على خلفية قضية هدر للمال العام في عقول التسليح الشيكية بالإضافة إلى أمر قبض على وزير الدفاع الأسبق خالد العبيدي انصيف اعترفت بوجود حالات فساد وسرقات كبيرة بمزاد بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي إلا أنها استبعدت الخطوات الجدية لمحاربة الفاسدين بسبب انتمائهم إلى تيارات وأحزاب سياسية متنفذة وعلى ما يبدو أن ملفات الفساد ستبقى مجرد دعاية انتخابية مجانية يستخدمها السياسيون للترويج حيث أكد المراقبون بأنه حتى رئيس الحكومة حيدر لعبادي يتحدث دوما عن عنوين عامة للفساد ولا يستطيع الدخول في تفاصيلها ليقينه بأنه سيواجه صعوبات جمة لربما ستطيح به ترجمة نانسي قنقر